بأخلاقنا نرتقي والقيم بهذابنا وبحسن الشيام بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم نعانى إليها وحتى عليها بميزان عدل له يحتكم إلى قيم الخير هيا بنا و أرواحنا عليات الهمم بسم الله السلام عليكم و رحمة الله هنا برنامج و قيمنا حيث يكون للقيمة صوت نسمعه و شكل نعرفه بالتأكيد مشاهدين الكرام الحج موسم عظيم و نحن في هذا الأيام مقبلون على هذا الموسم فكيف كانت قيم النبي صلى الله عليه وسلم خلال هذا الموسم و خلال أدائه لشعيرة الحج كل هذا و أكثر بإذن الله سنتعرف عليه في حلقة اليوم مع ضيفنا الشيخ ناصر بن حمدان الجهني حياك الله شيخ ناصر حياكم الله خويس حياكم الله المستمعين و المستمعات و المشاهدين و المشاهدات الله يكرمك و أعطيك العافية و يبقيك طبعا بداية نحن نريد أن نعرف كذا لمحة عامة عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في غرس القيم كيف كان بشكل عام يعلم أصحابه القيم و بشكل خاص في الحج كيف كان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و نصلي و نسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة و أتم التسريم نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أوقاتنا و أعمارنا و علمنا و سائر حياتنا هذا الموضوع موضوع يناسب الواقع و من خلاله نتعرف على طرق غرس القيم في من تريد أن تغرس فيه قيمة يعني الأب مع أولاده الأستاذ مع طلابه الشيخ مع تلاميذه غرس القيم أمر عظيم للغاية و ما أحوجنا فعلا إلى من يغرس هذه القيم في نفوس الناس و هذه القيم أخي أويس تأتي سبحان الله من عدة طرق منها الإلقاء المباشر يأتي للشيخ يأتي للموجه المربي فيوجه من يريد أن يغرس فيهم بعض هذه القيم في توجيه مباشر يرشدهم إليه و هناك غرس للقيم من خلال الأفعال والأقوال والسيرة وهذا لا شك عظيم للغاية أكثر تأثيرا و أثره عظيم جدا جدا لمن يتربى تحت يدك عندما يراك مهتما بهذه القيم فاعلا لها مؤديا لها قائما عليها لا شك أن هذا ينعكس على نفسه إنعكاسا عظيما و ما أكثر يعني حقيقة من تأثر من سلوك المر ما أن يراه في سلوكه صادقا واضحا فعلا مؤدبا محترما غير مستهزئ تجد سبحان الله ينعكس هذا في نفس الأخ المقابل و يتأثر منه دعك من قضية الفعل نفسه و عدم الغش و عدم الخيانة و الصدق في التعامل هذه أثرها عظيم للغاية نعم أيضا تأتي مسألة غرس القيم من خلال معالجة بعض السلوك الذي يحصل تلقائيا و هذه جميلة جدا جدا أحيانا لا تطلب الأمر أنك تحدث و أنك تعظ و أنك تذكر و إنما رأيت سلوكا خطأ حدث أمر ما سئلت سؤالا عابر فهنا سبحان الله تأتي فائدة غرس القيمة في هذه اللحظة التي كان المراد في غرس السلوك فيه محتاجا لها و هذا لشك كثير في حياتنا لا بد أن يتفطن حقيقتنا المربي و الملقي و الأستاذ و الشيخ و الوالد لا بد أن يتفطن لمثل هذه الأمور كثير من حياتنا و في حياتنا و أثناء حياتنا يخطأ الإبن تخطأ البنت تخطأ الزوجة هنا سبحان الله تأتي المبادرة الحكيمة و التي جاءت بأسلوب رائع طيب في غرس قيمة ما يناسب و الحديث عنها و لهذا النبي سلام في حجه نجد سبحان الله جميع الطرق جميع الطرق حصلت كان يحدد و يعظ و يذكر كما سيأتينا بإذن الله كانت تحصل أحيانا بعض الأمور مثل ما حصل لزوجة أبي بكر رضي الله عنه أسماء بنت عميس ولدت في دي الحليفة فهنا حصلت حاجة فانطلق يسأل أبو بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم لما يحصل في ذلك المقام و كان النبي صلى الله عليه وسلم قدوة بل لم يأتي من يأتي من الناس إلا كما قال رضي الله عنه جابر جاءوا ليعملوا كما كان يعمل النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا ليأتموا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول جابر رضي الله عنه فالنبي صلى الله عليه وسلم غرس القيم العظيمة في الحج كما سنتحدث عن بعضها و لن نستطيع في لقاء أو لقاء أو حتى عشرة أن نذكر القيم العظيمة التي كانت في الحج و من خلال النبي صلى الله عليه وسلم غرست و التي أصلا هي في هذا الحج العظيم نعم نعم شيخ ناصر فعلا قصة الحج حج النبي صلى الله عليه وسلم مليئة بدروس العبر إن شاء الله أننا ننضي و نعبر على أبرز هذه الكصص الشيخ ناصر ن àsب McGinn نحتاج ألام موقف عملية كيف كان نبي صلى الله عليه وسلم نحتاج لقييمه معينة كيف تعامل نبي صلى الله عليه وسلم و علم أصحابه هذه القيمة حكينا عن بعض الكصص نعم النبي صلى الله عليه وسلم مع ابتداء الحج هناك وقفة تجعلنا سبحانه نقف وقفة عظيمة للغاية يعني يا أويس النبي صلى الله عليه وسلم في معركة بدر كان معه كم؟ ثلاثمائة وفي غزوة أحد ألف في غزوة الأحزاب ثلاث ألاف ثم في فتح مكة في العام الثامن من هجرة كان مع عشرة ألاف مقاتل ثم في حجة الوداع مائة ألف ذكروا أكثر من مائة ألف من حج معه هذا يدعونا إلى تساوى العظيم هذه الفترة الوجيزة للنبي صلى الله عليه وسلم حصل فيها من التربية العظيمة ومن القيم التي غرصها في الصحابة من خلال حياته من خلال حياته وهذه وقفة أولية وسطة عكس أيضا علينا في الحج وسنراها واضحة بارجة في الحج لكن النبي صلى الله عليه وسلم في فترة مجيزة هاجر من مكة إلى المدينة ثم هكذا الأعداد تتزايد حتى حج معه أكثر من مائة ألف يذكرهم أهل السيار والتاريخ نعم شخص إذا تسمحنا بس نحن نأخذ فاصل قصير نحن متشوقين نسمع هذه الكصص ولكن بعد هذا الفاصل قصير مشاهدين الكرام فاصل نكمل بعدها الحلقة إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا من أسماء الله الحسن المقدم والمؤخر يقدم آجال أناس ويؤخر في آجال آخرين ويقدم رزق قوم ويؤخر رزق آخرين ويقدم قوما في العلم ويؤخر في الجهل آخرين ويقدم في الإسلام والهجرة قوم ويؤخر آخرين ويقدم في الإيمان والحكمة قوم ويؤخر آخرين ويقدم في دخول الجنة قوم ويؤخر في النار آخرين ويقدم قوما في الفردوس الأعلى من السابقين ويؤخر آخرين في الجنة من المقتصدين وأصحاب اليمين كما أنه قد قدم قوما في الصف الأول في الصلاة وأخر آخرين فقد قال صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها كما قدم أولي العزم من الرسل على بقية الأنبياء وقدم الصحابة على التابعين وقدم التابعين على من بعدهم وقدم القرون الثلاثة المفضلة على القرون من بعدهم أهلا بكم أجدد المشاهدين الكرام بالتأكيد منضوع حلقتنا لهذا اليوم قيم النبي صلى الله عليه وسلم في الحج سنتعرف عليها أكثر إن شاء الله في حلقة اليوم الله حيك شيخ ناصر مرة أخرى بالتأكيد سألنا قبل الحلقة كيف أدار النبي صلى الله عليه وسلم الحج قيمين قيمة الصبر كيف توقع تقولي أدار الحشود فنريد أن نعرف تفاصيل هذه الإدارة نعم يقول جاب رضي الله عنه يعني عندما انتقرت القصوى إلى البيداء القصوى هو ناقة نبي صلى الله عليه وسلم والبيداء الصحراء يقول أنظروا بين يديه إلى مد البصر بين راكب وماشي وأنظروا عن يمينه ونفس الأمر وأنظروا عن شماله كذلك وأنظروا إلى خلفه إلى مد البصر الأعداد التي كانت مع أن يتنم كثير يا أخونا أخانك ويس وهنا لفتة أريد أن أبدأ بها وهي الصبر الصبر في الحج والصبر في الدعوة إلى كل الدعاة إلى كل الدعاة إلى الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وصل معه هذا العدد العظيم الغفير لم يكن هذا أمر من فراغ يعني بين فتح مكة وبين حجة الوداع سنتان وهناك عشرة ألاف معه والآن مئة ألف معه هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبيلنا الله في صورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجها إذا جاء نصر الله والفتح هنا الفتح المقصود في فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم جاهد وجالد وقاوم وصبر حتى فتح مكة لأن مكة كانت قريش أكبر عقبة تصد الناس عن الدين كانت قريش أكبر عائق وأكبر صاد للناس عن دين الله عز وجل لأننا تنظر هذه قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم هذه قبيلة محمد فإذا كان قاتلوه إذا كفينا هذا الرجل وإذا كان قاتلهم وغلبهم ننظر في حالة بعد ذلك فكانت العرب يعني قاطبة تنظر إلى قريش ما إن فتحت قريش ما إن فتحت مكة إلا وقعد ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجها يدخل الناس في دين الله أفواجها لكن هذا الفتح أيها الداعي لله أرعي لي سمعك اسمعني بإنصات هذا الفتح متى جاء متى قلع جاء إذا جاء نصر وفتح كم بين هذه السورة وبين بداية النبوة ثلاث وعشرون سنة ثلاث وعشرون سنة والآن جاء النصر والآن جاء الفتح ثلاث وعشرون سنة كلها جهاد وعناء وحصار في الشعب ودماء والنبي صلى الله عليه وسلم يدمى جراحه تدمى وتكسر ثنيته حتى صبر وصابر وحقق للناس ما يريد من هذه الدعوة ولهذا أن ألفة الأسماع لكل الدعاة في كل مكان هذه الدعوة تحتاج إلى صدق هذه الدعوة تحتاج إلى صبر أن نبي صلى الله عليه وسلم ما رؤي هذا العدد من بين يديه ومن الخلف وعن يمين وعن شماله إلا مع تحقيق هذه القيمة العظيمة قيمة الصبر في الدعوة إلى الله عز وجل نعم شيخ ناصر طيب الصبر للحاج يعني فيها الرحلة فيها من المشاكل ومن التعب كيف يستشعر للحاج قيمة الصبر خلال رحلته نعم صدقت الصبر في نفس العبادة هذا معنى وقيمة والصبر في طريق هذه العبادة لا شك يعني ومن رحمة الله عز وجل أن الحج مرة واحدة في العمر هذه رحمة لأن الحج يحتاج إلى صبر قبله وأثناءه وفعده ولهذا سبحان الله من رحمة الله أنه فريض مرة واحدة وما زاد فهو تطوع ولهذا يحتاج إلى اعتناء قبله بجمع المال والاستعداد والتهيئة ومثل هذه الأمور تطلب من الإنسان أن يهيئ نفسه إلى الحج وكثير من الناس وربما يغفل عن هذا الاستعداد قبل الحج ولا شك أنه مطلوب يعني ربما يصل إلى خمسين وإلى ستين وربما السبعين وهو لم يحج لا هذا لا شك أنه فيه تفاوت وفيه أقصد تفريض وفيه تهاون الإنسان يعتني بمثل هذه الأمور ويحدث نفسه ويهيئ نفسه إلى أن يحقق الله هذه الفريضة ثم بعد ذلك الحمد لله في الخيار ولهذا لا شك كما أشرت أخي أويس أنه يحتاج إلى صبر واهتمام واعتناء قبله وأثناءه نعم شيخ ناصر نحن إن شاء الله مستكملين في الحلقة لكن نأخذ هذا الفاصل القصير إن شاء الله نكمل بعده بإذن الله مشاهدين الكرام فاصل قصير ونكمل الحلقة إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عليات الهمم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنا إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد في هذا الحديث من الفقه واحد جواز الركوب إلى صلاة الجماعة اثنان جواز الصلاة إلى غير سترة ثلاثة جواز المرور بين صفوف المصلين في صلاة الجماعة وخصوصا عند الحاجة أربعة جواز إرسال البهيمة للرعي في حرم مكة لأن ابن عباس أرسل أتانه لترعى خمسة جواز ترك الدابة قرب صفوف المصلين إذا لم يترتب على ذلك ضرر ستة مشروعية إتيان الصبيان إلى الجماعة وقد كان ابن عباس ناهز البلوغ أهلا بكم مرة أخرى مشهدين الكرام أهلا بك شيخ ناصر الله أعافية نتحدث عن قيمة التوحيد هي القيمة الأسمى والأعظم في رحلة الحج كيف كان نبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه قيمة التوحيد صدقت يا أخي ويس قيمة التوحيد هي أعظم قيمة في العمر كله وفي الحج خاصة وهي من أعظم المنافع التي تحصل في الحج لأن الحج منافع عظيمة دنيوية أخروية كما قال تعالى وأذف الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع له منافع هنا كلمة نكرة جاءت في سياق الإثبات فهي مطلقة مطلقة بحيث أنها لا يمكن أن يحصل إنسان هذه المنافع لو كانت عامة يعني بحيث أن كانت تنكرة في سياق النفي أو في سياق الشرطة تكون عامة وقطعاً لن تتحقق لن يتحقق لمرء ما أن يقف على جميع المنافع لكن هذا يدرك منافع والآخر يدرك بعض المنافع وهكذا مثل إيش المنافع شيخ؟ هل في منافع عامة نحن ممكن نذكرها؟ مثل إيش المنافع؟ نعم نعم نحن سنأتي لبعضها لكن في منافع الدينوية تجارة وفي منافع اجتماعية لقاء وفي منافع عبادية في تحقيق هذه العبودية والتعاون مع الناس وفي منافع إيمانية بحيث أن المنظر الذي يشاهدها الإنسان وكيف أن الناس كلهم سواسية منافع لا حصر لها لكن من حكمة الله حتى في القرآن سبحان الله هذه الدقة أن الآية ليست عامة وإنما هي مطلقة نكرة في سيقل إثبات وتفيد الإطلاق أعظم منفع وأعظم قيمة تتحقق من هذه العبادة هي التوحيد لله عز وجل الإخلاص لله عز وجل هذه القيمة يا أخي أويس الله خلقنا من أجلها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذه القيمة من أجلها نحن نعبد الله عز وجل ولن نفوز في دنيانا وأخرانا إلا منحقق هذه القيمة الوبان والخسارة على من يأتي حاج مقدم على الله وهو مشرك بالله عز وجل ولهذا هي دعوة لكل الحجاج أنهم يستفيدون من هذه الزيارة للحج أن يراجعوا أنفسهم أن يراجعوا ما يتعلق في مسألة التوحيد أن نبي صلى من بداية التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك كان المشركون من تلبيةهم يقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغرص في الناس هذا التوحيد لا شريك لك لا شريك لا عجل في ألوهيته في عبوديته في ربوبيته في ملكه لهذا الكون في تدبيره لهذا الكون في خلقه في رزقه وكلها داخله في الربوية في توحيد أسمائه وصفاته في الإيمان بالله عز وجل لا شريك الله الله عز وجل له الكمال المطلق في كل شيء لا يرفع معبود إلى درجة الخالق كائن من كان ولو كان نبيا مرسلا ولو كان ملكا مقربا كل هؤلاء المخلوقون فإنهم في درجة المخلوق لا يرتفع أحدهم إلى درجة الخالق ولهذا الشرك حقيقته أن ترفع مخلوقا إلى درجة الخالق أن تساوي مخلوقا بالخالق فيما يستحق الخالق ولهذا أنظر المشركين في النار ماذا يقولون تالله إن كنا لفي الضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين هؤلاء المشركون إنما ساووا غير الله بالله فيما يستحقه الله عز وجل ولهذا يأتي الحج ليغرز في الناس التوحيد أنت يا من تأتي من الأفاق ومن أقاص الأرض ومن الشرق والغرب وترفع يديك إلى قبر ما ترفع يديك إلى مخلوق مثلك أنت في هذا تخالف هذا الهدي وتخالف هذا التوحيد وأنت تقع في زلل وفي خلل عظيم للغاية ما ترفع لديه إلا الله عز وجل ولهذا النبي سلم من أول شعار لهذا الحج يغرز في الناس هذه القيمة العظيمة قيمة التوحيد وربنا عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت ولله هذا الحج لمن لله أنت قاصد بهذا ربك عز وجل ما يقع فيه هذا ولهذا النبي سلم في كل الحج يظهر هذا التوحيد بأفعاله بأقواله يأتي على الصفاء ويقول لا إله لله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير لا إله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده ثم يدعو ثم يعيده ثم يدعو ثم يعيده وهكذا على المروة وقال إنما جعل الطاوة في البيت والصفاء لمروة ورمي الجمال لإقامة ذكر الله يكبر الله أكبر وهو يرمي الحصاه كل هذه إنما هي دعوة لهذا التوحيد ولهذا الحج من بداية إلى نهايته إنما هو توحيد لله عز وجل وهذا هي دعوة لكل الحجاج الذين ربما عندهم نوع من الخلل في هذه المسألة العظيمة أنهم يراجع أنفسهم علوم الله عز وجل هذا من الإيمان بالله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته يقول اللهم اللهم فشهد ويرفع إصبعه إلى السماء يشير إلى الله عز وجل في السماء فيأتينا بعض الحجاج ويقول الله لا يوجد في العلو هنا دعوة أن تصحح هذا الإيمان أن تصحح هذا التوحيد أن تراجع هذه العقيدة ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذه العبادة كان يدعو لهذه المسألة العظيمة وأعظم منفع وأعظم قيمة تتحقق هي هذه القيمة جميل شيخ ناصر طيب أنا برضو برجع لموضوع التأكيد الحاجة اليوم لما نحج إلى بيت الله الحرام كيف يخلص نفسه من كل الشرك أو الدعاء غير الله أو الأمور هذه التي هي ممكن تخدش التوحيد لديه والله هذا سؤال وجيه وكان الواجب فعلا لكل من أراد أن يحج هذا البيت ولكل إنسان في هذه الحياة أن يراجع نفسه أن يراجع هذه المسائل العظيمة هذه المسائل العظيمة مسائل سبحان الله فلاح وفوز وخسارة وهلاك لأن الله عجل فصل في الموضوع لأن أشركت لا يحبط النعم لا يحبطن عملك الله عز وجل في هذه المسألة العظيمة مسألة التوحيد فصل فيها إن الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء من كان توحيده خالصاً محققاً هذا والله ناج في الدنيا والآخرة التوحيد يا أخوان الذين آمنوا وتطمنوا قلوا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك أولئك لهم الأمن في الدنيا والأمن في الآخرة الموحد لأن أتيتني يا عبدي بقراب أرض خطايا ثم لقيتني لا تترك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة أتدري ما حق الله عباده حق عباده يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أتدري ما حق الله عباده قال الله ورسوله أعلى قال حق الله على العباد أن يعبده ولا يشرك بي شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك بي شيئا ولهذا كان الواجب أن يراجع الإنسان نفسه أن يراجع الخطوات وربما الإنسان أحياناً لم يلقى شيخاً يوجهه بل ربما لقي شيخاً لا يدرك مثل هذه الأمور وتأثر منه فهنا فرصة إذا جاء يسأل ويبحث ويقرأ ويطلع ولهذا سبحان الله دعوة للتوحيد أولا قبل كل شيء إذا حصل خلل في توحيدك فإن الخلل في سائر أمورك حتى التوحيد الأصغر حتى شركة الأصغر لماذا أننا نفرط فيه هذا يسبب خدش في توحيدنا وإن يحصل الندية الكبرى وهل لم يكن شركا أكبر لكنه خلل في التوحيد ولهذا النبي سيقال من حلف بغير الله فقد أشرك كثير من الناس أخي أويس تجده يحلف بغير الله ورحمة والديك ودين محمد وحياة أولادي والكعبة هذه كلها شرك أصغر لعذب الله قال النبي سمن حلف فليحلف بالله أو ليصمت من كان حلف فليحلف بالله أو ليصمت من حلف بالغير فقد أشرك لا تحلفوا بأبائكم وهذه من المساء أيضا عظيمة لأن الذنوب أخي أويس أعظمه الشرك الأكبر ثم الشرك الأصر ثم الكبائر ثم الصغائر ولهذا كان من فقه بالمسعود رضي الله عنه كان يقول لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا ويعني إذا حلفت بالله أعزل ولو كنت كاذبا هذا أعظم وأسلم أقصد أسلم من أن تحلف بغيره ولو كنت صادقا طبعا إذا دار الأمر وإلا أنت لا تكذب فالمقصود أن دعوة التوحيد في الحج واضحة وقيمة التوحيد في الحج واضحة كان النبي صلى الله عليه وسلم في خطابه المباشر في أفعاله في أقوانه كان يدعو للتوحيد في هذه المناسبة العظيم نعم شيخ ناصر ومن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي خطبة الوداع يمكن أحد أشهر المواقف للنبي صلى الله عليه وسلم و أحد فقرات هذه الخطبة التوصية بالنساء والأسرة والأهل فبعد الفاصل نحن ودنا نستخرج هذه القيم من هذه التوصية بإذن الله مشاهدنا كرام فاصل ونكمل بعدها كونه بالقر إلى قيم الخير هيا بنا و أرواحنا عاليات الهمم الوحي القرآني غاية في الصدق في أخباره و غاية في العدل في أحكامه و غاية في الفصاحة والبلاغة و غاية في الإعجاز لا يستطيع الإنس والجن أن يأتوا بمثله و غاية في الإحكام لا تعارض ولا تناقض ولا الطراب و لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا و غاية في الشمول والكمال ما فرطنا في الكتاب من شيء و نزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء و غاية في الحفظ من التحريف والتبديل إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ و إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ إلى قيم الخير حياة بنا و أرواحنا عَانَهْ حياكم الله و شكرا لك و موضوع حلقتنا لهذا اليوم قيم النبي صلى الله عليه وسلم في الحج و بالتأخيط أرقام الأسئلة و الاتصال تظهر لكم على الشاشة يمن كان لديه سؤال حول قيم النبي صلى الله عليه وسلم في الحج حياك الله شيخ ناصر أحييك بارك فيك الله أبتك العافية نحن أريد أن نتكلم الآن عن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وتركيزاً وتحديداً على توصية بالنساء والأسرة بشكل عام نعم سبحان الله الحج مع أنه عبادة عظيمة و كبيرة جداً جداً والنبي صلى الله عليه وسلم يعني مشغول في أداء هذا النسك وتوجيه الناس ومع زحمة هذه الأحداث وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يوصي في خطبته العظيمة العامة يوصي بالنساء وهذا في لفته تربوية عظيماً الغاية قيمة التعامل في البيت كيف تستفيد أنت من مثل هذا الموسم العظيم وينعكس هذا عليك في بيتك وهذا النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الخطب العظيم والجمع الكبير وإذا به يقول استوصوا بالنساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فرجهن بكلمة الله في مثل هذا المقام يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية استوصوا بالنساء لو تأملنا نجد أنها وصية لها أثر عظيم للغاية في الدين وفي الدعوة وفي الأمر كله رغم أنت تراها خاصة في أسرة خاصة في رجل أنت أيها الرجل إذا كنت في بيتك قائماً بحق زوجتك عليك وأولادك عليك ومراعياً مثل هذه الجوانب الإيمانية والتربوية العظيمة وكنت داء خلق جم عظيم فاعلم أن هذا سينعكس على بيتك وعلى أقاربك وعلى جيرانك وحتى أمورك مستقرة في دعوتك أنت إذا كنت هادئاً في بيتك سوف ينعكس هذا على سلوكك في دعوتك واستمرارك في العلم والدعوة للتعليم ولهذا وصية النبي صلى الله عليه وصية عظيم للغاية استوصوا بالنساء يقولها في مثل هذا المقام العظيم هنا كما أشرت انتباه أنت أيها الداعية راجع نفسك في بيتك كيف أنت مع أهلك كم نسمع من قصص كم نسمع من أمور والله يندى لها الجبي وأحياناً من بعض الملتزمين والمستقيمين أي استقامة أنت عليها أي تربية أنت عليها وسلوكك في بيتك ومع أهلك مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم أتعرف أن الله يقول كما جاء في حديث القدس يخبر عن الله إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق هذا الحديث يعني لماذا نقف معه إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق الرفق هذا لا يعني عدم الحزم لكن الرفق في كلامك الرفق في سلوكك الرفق في تعاملك النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي في هذا المحفل الكبير وفي هذا الحج العظيم لهذه الوصية إلا لآثارها الكبيرة والله على الدعوة عموماً نعم جميل شيخنا الله أتك العافية فيك ذلك قيمة الصبر على الطاعة بالتأكيد يعني زي ما قلنا نحن بداية فيه مشقة فيه الحاج نحن قلنا فيه مشقة الجهد البدني وكذا وفيه كذلك الجهد النفسي والتعب النفسي أن الواحد يقاوم ويصبر على طاعة الله صحيح صحيح كيف وجه النبي صلى الله عليه وسلم فيه صدقت الحج سبحان الله نحن أشرنا إلى الصبر في الدعوة وكيف أن نبي صلى الله عليه وسلم في خلال فترة وجيزة يعني كانت هذه الأعداد الغفيرة دخلت في هذا الدين الحج يحتاج إلى الصبر في عبادك في هذا الحج وفي سلوكك في هذا الحج وخصوصا في مسألة الدعاء في مسألة الدعاء أنت الآن عندما ذهبت إلى الحج ماذا تريد؟ تريد مغفرة الله لك تريد قبول هذا الحج تريد سبحان الله أن يزداد إيمانك هذا سبحان الله طريقه الدعاء ولهذا نجد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المناسبة وفي هذا الحج يدعو دعاء طويلة يحدثنا جابر وغيره من يصف الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم ما انفرغ من صلاة الظهر وعصر في عرفة إلا وانتقل الموقف ووقف إلى قبيل غروب الشمس وهو يدعو تقريبا كم؟ أربع ساعات أربع خمس ساعات نحن الآن نحن ندعو عشر تقريبا ما شاء الله لا يا أخي أنت في الحج ذهبت لكي تدعو أنت في الحج ذهبت لكي يقبل حجك أنت في الحج ذهبت لأن هناك في نفوسك أمور عظيمة ترغب تحقيقها تتحقق وخير الدعاء معرفة وخير الدعاء لا شك تتحقق والله وتالله وبالله إذا صدق الإنسان مع الله وألح على الله عز وجل وكان متضرعا وكان داعيا وكان مخبتا وكان منيبا أن الاستجابة وشيكة إن لم تكن محققة فكيف لا تحصل مثل هذه الأمور في عرفة وفي مزدنفة النبي صلى الله عليه وسلم كان لصلى الفجر يجنس حتى تسفر يعني قبيل أن تطرع الشمس وهو يدعو هذا مقام ثاني على الصفة كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ويقول الدعاء لذكرته آني فالله الله حجي إلى آخر ثم يدعو ثم يعيده ثم يدعو ثم يقول ثلاثة وهكذا على المروه شفت حين لديك أربعة موابع هناك موضع خامس عند رمي الجمرة الصغرى كان النبي صلى الله عليه وسلم يحكي عنه ابن عمر كان يدعو قدر قراءة سورة البقرة سورة البقرة لم تأخذ قراءتها يعني إذا كان أراد الإنسان أن يسرع يعني تأخذ ما يقارب أقل شيء يمكن حوض حوض نصف ساعة تبتعو الله عز وجل في هذا المقام وحقق السنة ليس الدعاء فقط دقيقتين وثلاث دقائق ثم تنصرف مجرد أنك تفعل هذا الفعل هذا وقت يا أخوان استجابة الدعاء هذا المقام مقام استجابة الدعاء وهكذا بعد رمي جمرة الوسطى يدعو الإنسان هذه ستة مواضع أحرص عليها ستة مواضع أحرص على الدعاء بها في عرفة في مزلفة على الصفا على المروه بعد رمي جمرة الصغرى وبعد رمي الجمرة الوسطى وكلها أيام يسيرا معدودة ثم ترجع وتعود إلى الراحة والهدوء نعم على أطار الراحة والهدوء هناك قيمة السكينة والهدوء في الحج فودنا بعد هذا الفاصل نتعرف على هذه القيمة وكيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم في شتة مواقف الحج مع قيمة الصبر والسكينة كرام فاصل كونوا بالقرب إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم كيف توصل الرحم ارفع لواء صلة الرحم بين أفراد أسرتك بالتعارف والتواصل والتكافل وحضور المناسبات العائلية والمبادرة بالتهاني والتبريكات والزيارات عرف أفراد العائلة بشجرة عائلتهم وأنسابهم أنشئ مجموعة واتساب تجمع الأقارب والأباعد من عائلتك وكن أنت المحرك والبادئ والمحمس للعلاقات الأسرية والعائلية واكسب أجر صلة الرحم والدعوة إليها ودلالة الآخرين عليها فالدال على الخير كفاعله ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام أحياكم بعد هذا الفاصل القصير الشيخ ناصر الله تعالى وحسب نحن نتكلم عن القيم و قيمة السكينة و التيسير على الناس في الحج قيمة مهمة فأيضا هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها اللهم صلي وسلم لا شك أن هذه القيمة كانت ماثلة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم السكينة السكينة فيرخي إذا مر حبل من المشاه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يظهر للناس أنكم عليكم بالسكينة وعليكم بالهدوء وهذا لا شك يعني جميع جدا إذا كان الحجاج كذلك الحج موسم عظيم سبحان الله والنفوس من كثرة ما يسمعون ربما يأتي إنسان وهو مشحون لن ينتبه وأنه يكون على يقضى وأنه يمسك بصاحبه فربما تحصل مثل هذه الشدة والناس بإمكانهم أن يرخوا شيئا وأن الأمور تسير سبحان الله على خير ما يرام لكن بعض الناس من كثرة ما يسمع وربما أيضا من طبعه أنه شديد في مشيه وفي أمره وفي قوة وفي قسوته وربما يكسب أثاما بهذا الفعل بسبب مضايقة إلى أخير الحاج ولهذا كان يمشي ويسير بهذه السكينة ويقول للناس أيها الناس السكينة السكينة أيضا من القيمة التي كان يغرسها رسول صلى الله عليه وسلم تسير الناس تسير الحج للناس ما كان يشق على الناس ما كان يشق على الناس يقول للراوي يوم العيد يأتي الساد يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف قال أفعل ولا حرج يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي قال أفعل ولا حرج يا رسول الله أن أحرت قبل أن أرمي قال أفعل ولا حرج ما سؤل يقول الراوي في ذلك اليوم عن شيء قدم أو أخر إلا قال أفعل ولا حرج ويأتينا بعض الناس ويجعل هذه مدعاه للسخرية أفعل أفعل ولا حرج هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم التيسير في موضعه وعلى علم هذا هو الدين ولهذا قال بعض السلف الفقه معرفة الرخصة بدليلها التيسير هذا مطرب يا أخوان التيسير هذا مطرب أن تيسر على الناس دينهم فضلا عن هذه العبادة العظيمة الحج ولهذا سبحان الله نجد هذه القيمة مثلة عظيمة حاضرة من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحج وتيسير للناس لهذا السلوك كذلك التلبية يحيانا هو رائح هو راجع يلبي ويذكر الله هذه القيمة الجميلة ما هي التفاصيل والأثار التي يحصلها التلبية شهر الحج وخير الحج العج والثج سبحان الله رفع الصوت بالتلبية وسيلان الدماء هذا هو خير الحج ولهذا كانت التلبية كما أشرت شعار النبي صلى الله عليه وسلم وكان يلتزم هذه التلبية بعض الصحابة ربما يزيد على بعض الألفاظ التي ولا ينكر عليها نبي صلى الله عليه وسلم ويقرهم لكنه يقول جابر لم يغير هذه التلبية طوال حجه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وأشرت قبل قليل يا أخي أويس أن هذه التلبية النبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين في صيغة لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة ويس وهذه مسألة عظيمة جميلة تذكرناها كانت من ضمن القيامة التي يغرسها مخالفة الجاهلية مخالفة المشركين مخالفة الكفار انظر هذه التلبية كيف خالفهم كان المشركون ينطلقون من ميناء إلى مزدلفة ثم إلى عرفة خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق من ميناء إلى عرفة وكانوا يترقبون نبي صلى الله عليه وسلم هل يبقى في مزدلفة وإذا به ينطلق إلى عرفة خالف المشركون خالف المشركين في مثل هذا الأمر كان من المخالفة الظاهرة في خطبته قال أيها الناس دماء الجاهلية كلها موضوعة وأول دم أضعه دم الربيع بن الحارث وربا الجاهلية كل موضوع وأول ربا أضعه ربانا انظر إلى الداعي إذا كان صادقا وقويا في الحق أول أمر أن تلتزم به قبل الناس ابدأ بنفسك ابدأ بنفسك قال أول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب هذه من مخالفة الجاهلية كان من مخالفة الجاهلية وكان أمرا شاقا على النفوس كانوا يعظمون أخذ العمرة في أجهر الحج ولا يأخذون العمرة في أجهر الحج والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينهي هذا المبدأ وهذه القيمة وهذا الأمر ولهذا كان يأمر الصحابة أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل وأن يجعلها عمرة وكان الأمر شاقا على الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك لأنه كان يسق الهدي وقال عليه السلام لو استقبلت من أمري ما استدبط لما سقت الهدي ولأحللت وجعلتها عمرة فأيضا هذه سبحان الله نماتج كثيرة في هذه القيمة مخالفة الجاهلية ومخالفة المشركين فيما هم عليه من سوق نعم شيخ خلال نبقي تقريبا أربع دقائق أو ثلاث دقائق في الحلقة فلو نعود كده مرة أخرى وننظر للقيم وقيم النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وما هي أبرز توصيتين أو ثلاث توصيات توصي بها الحجاج حتى يفعلوا ويطبقوا هذه القيم نعم نعم لما أتفضلت القيم كثيرة والحج دروسه عظيمة ومنافعه لا تحصى لكن عندما يخرج الإنسان من هذا الحج بتحقيق التوحيد طبعا أولا وقبل كل شيء يخرج بالتقو يخرج بالإيمان هذه الرحلة العظيمة يعني مدة ستة أيام أنت تشاهد فيها المناظر وتشاهد فيها المشاعر وأنت تؤدي المناسك مع غيرك والناس بحالة سواسية كلهم في لباس واحد وكلهم يقوم بأعمال واحدة الغني والفقير والرئيس والمرؤوس والأبيض والأسود هذه المعاني سبحانه تجعل الإنسان يرجع من الحج برحلة إيمانية عظيمة والتقوى والتقوى وهذا المقصود يعني عندما قال الله عز وجل فمن تعجل في يوميني فلا إثمع لي ومن تأخر فلا إثمع لي لمن؟ لمن التقوى يعني المقصود التقوى تتعجل تتأخر ترى هذا أمر رجع لك قد تكون تتعجل لظروف عندك قد تكون تتأخر لأمور تيسرت لك صحيح أنه في زيادة عبادة يوب لكن ليس هو المقصود ليس هو المقصود كونك تتعجل أو تتأخر لا أثر له في قضية الحج والتقوى المقصود هو تحقق التقوى وتعجلت أو تأخرت لهذا لقى لمن اتقى هل تحقق التقوى؟ هل رجعت أنت بإقبال على الله؟ هل رجعت بإنابة إلى الله؟ هل رجعت بعزم وتوبة لما كنت تفعله؟ من الذي لا يخطي؟ كلنا ذلك الرجل خطاء ولهذا الحج عظيم للغاية في عودة الإنسان ولهذا كانت مغفرة الذنوب من أعظم الجزاء الذي يناله الحاج الحج المبرور ليس له جزان إلا جنة المبرور هو الذي يعني طاحات بعد عن المعاصي والذنوب الشعور بأنك سبحان الله عبدالله عجل نفسية الإنسان مقبل على الله يشعر من سبحان الله أنه مقبل تائب عنده من النشاط والإيمان والحيوية في نفسه وربما تمده إلى الحج القادم ولهذا من الوصايا التي أوصفها نفسي يا إخواني هو الإنام إلى الله والعودة إلى الله والصدق مع الله من هذه العبادة وأسأل الله أن يوفقنا جميعا إلا ما يحبه الله اللهم أمين اللهم يسر للحجاج حجهم وأن يبلغ كل من لم يحج بيته الحرام وأن ينظر ويرى هذه القيم بإذن الله شكرا لك شيخ ناصر في هذه الحلقة شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة في حفظ الله والسلام عليكم ورحمة الله بأخلاقنا نرتقي والقيم بهذابنا وبحسن الشيام بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم لعانى إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عليات الهمم ترجمة نانسي قنقر